ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان الباحث في شأننا العراقي باسل الأحسين دكتور باسل أهلا بك إلى نشرتنا هذا المساء برأيك ما الهدف من إرجاع الـ 86 وثيقة أرشيف حزب البعث في هذا التوقيت بالتحديد يعني قضى أكثر من 16 عاما في الولايات المتحدة لماذا عدوه الآن؟ هذا المساء الخير سيدي وإلى مشاهدتكم الكرام هناك دائما يطار إشكالي لمعظم القضايا وهذا أمر يأتي ضمن السياق هذا الأرشيف هو الأرشيف الثالث حقيقة يعني كثير يتصور هنا الأرشيف الأول لكنه الأرشيف الثالث يعني أرشيف الكردي سلوليه مع عام 2005 أرشيف الجيش الأمريكي يحتوي على بحدود 90 إلى 100 مليون وثيقة سلوليه مع عام 2013 هذا الأرشيف هو أرشيف يتعلق بالمؤسسة الذاكرة العراقية ونفصل ما بين مسارين المسار الأول المسار اللي أخذته هذا الأرشيف مؤسسة الذاكرة العراقية وجامعة ستانفورد ومؤسسة هوفر والمسار اللي بعد 2012 حينما وقع موثل حكومة العراقية فالح الفياض الانتقال هذه الأرشيف من مؤسسة الذاكرة إلى الحكومة العراقية أهمية هذا الأرشيف حقيقة أنه أرشيف يتعلق بالقيادة القطرية لحزب البعث وهذا النوع هو اللي يخلي هذا التركيز هو يتألف من أربع أنواع أربع أنواع أو فئات هذا الأرشيف يعني ليس هو فقط الأرشيف المتعلق بهذه العلاقات هناك أربع أنواع الأرشيف اللي يتعلق بالطلب الثانوين بحدود 163 لكن الأرشيف الأكبر هو الأرشيف الثاني والثالث الفئة الثانية والثالثة الفئة الثانية حول المراسلات ما بين المحافظات والأجهزة الأمن أو الأجهزة الأمن ومخابرات وإلى غيرها ويضم بحدود 2.7 مليون الأرشيف الثالث هو الأرشيف يتعلق بأعضاء الكادر الكبار خاص أعضاء القيادات الكبار مثل حدود 3 مليون يعني وثيقة ما الفئة الرابعة الفئة الأصغر بحدود 1336 حول الإعلام والثقافة يعني الأرشيف هو الأكبر لكن الأرشيف الأهم والثاني والثالث باعتبارك أنت مطلع على هذا الأرشيف ولديك معلومات كافية هناك من يتحدث وهذه معلومة هناك من يتحدث أن جزء من هذا الأرشيف نقل إلى طهران قبل نقله إلى واشنطن هل هذا صحيح أولا؟ ثانيا لماذا هذا التخوف من المعلومات التي يحويها هذا الأرشيف؟ هل ستطال رؤوس فعلا في الطبقة السياسية؟ سياسيون معروفون ستطالوهم هذه المعلومات؟ الأرشيف دخل الجدل السياسي أولا هذا الأرشيف مثل ما قلت ست ملايين هناك أحزاب سيضرات على الأرشيف آخر حقيقة كل الأحزاب لديها أرشيف وربما النقل إلى طهران هذا المتعلق حتى مؤسسة الداخل حينما أخذته من 2003-2005 قبل الاتفاق مع خمس سنوات مع مؤسسة هوبر والخمسة الثانية التي جددت 2010-2015 الحقيقة عملت على تصنيف إلى 30 فقط 30% رقميا السبعين نقل الذي لم يتم نقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية كاستضافة مؤقتة مؤسسة هوبر قامت بعمل رقمي لجميع الأرشيف وبالتالي أولا حفظه من عملية التلاعب لأنه إذا موجود فهو موجود عند مؤسسة هوبر الكامل حفظ التلاعب الجانب السياسي الحكومة لم تنتبه إليه تصور إحنا 2009 مؤسسة الذاكية طلبت من الحكومة استرجاعها قبل أن تعيد تجديدها الحكومة لم تنظر إليها باهتمام فيما بعد 2012 بدأت تهتم خاصا نوري الرئيس وزارة نور مارك أراد منه الاستفادة بملفات للضغط على كثير من استخدم سياسة ملفاتي ذات الذكر قاد يستخدمها لتجاه خصومها وشعر أن هذا الملف ممكن يفيده وتم مطالبة به لكن لم تم الاستجابة على اعتبار أن هذه الملفات أخذت منها عينات أو تم مسحها إلكترونيا وحفظت الآن هي محفوظة هنا في الولايات المتحدة أيضا ما تضير إذن لكشف هذه الملفات للعلن يعني ماذا الآن يتم التكتم عليه ما هي موجودة هنا يعني ما التغيير الذي سيحصل باختصار لو سبحت التغيير أن هناك ستعود إلى العراق وممكن الإطلاع عليها من جميع الباحثين ليس هناك أيضا ممكن أنها ستكشف كثير من القضايا أنت تعرف كان هناك حتى انتقائية في عملية التطبيق المسالة والعدالة بمعنى كان لنكن واضحين الجماعات الشيعية أو من أعضاء حزب الباحث العربي تم التسامح معهم وبعضهم عادوا إلى السلطة فينا الجماعات والقيادات الشيعية من الحزب الباحث تم إبعادهم يعني هذا الأرشيف ربما سيكشف يعني جزء أيضا من الذاكرة العراقي ويكشف الحقاق أكثر هناك أيضا شهادات شفاهية غيلة لكثير ربما نجد كثير الوثاق ستفضح ربما حتى المبالغات أو ستكشف الحقاق أخرى لم تكن واضحة أعتقد هذا مهم جدا للباحثين للسياسيين للعراقين جزء من التاريخ العراقي مهما اختلفنا عليه لكنه سيبقى مهم شكرا من عمان الباحث في شأن العراقي دكتور باسل أحسين شكرا جزيلا لك